اشتركوا في القناة ومميزات الوضع الجوية نشوفهم أكثر من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وسماء اليوم كانت مغشات بسحب قليلة في أغلب مناطق البلاد والتي تكثفت بصفة تدريجية في فترة ما بعد ذور بالمرتفعات الغربية للبلاد دليل نتوقع نشاط للخلايا الرعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط ولقد رفقها أمتار متفارقة سحب قليلة ببقية الجهات ودرجة حرارة ليلا تكون بين 13 إلى 28 درجة بالشمال والوسط أرقام تتروح بين 16 للـ 31 بالجنوب وتوصل إلى 35 درجة بالبرمة وببرج الخضرة يوم الغد إن شاء الله بشكونوا معنيين تقريبا بنفس المميزات الجوية مع تسجيل ارتفاع تفيف في درجة الحرارة مقرنتا بلي عشناها اليوم شهور سحب قليلة في أغلب المناطق والتي تتكثف تدريجيا في فترة ما بعد ذور بالمرتفعات تكون مواقعا رعدية ومرفوقة بأمتار متفارقة قراءة سريعة لدرجة الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الغد ونتوقع تزيل 34 درجة في تونس العصمة 35 في نيبل 32 في بنزرد وأعلى في زغوان 36 درجة في مناطق الشمال الغربي من المتوقع تزيل 37 في باجة 38 في جندوبة في سليانة 36 درجة بالكف بمناطق الوسط 36 بتالة أعلى بالقيروان 39 درجة بجية السحل بسوسة وبالمنسية 33 و31 في المهدية في عاصمة الجنوب اسفاقس وقرقنة 34 بالنسبة لسيدي بوزيت 40 مع ظهور أشهري 38 في القاسرين في مناطق الجنوب الغربي تتجاوز درجة الحرارة مستوى إلى 40 درجة و41 في قفصة 44 في توزر 43 في كبلي ظهور الشيلي محليا 35 درجة في قابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي بلد بجربة 33 و36 في مدين 37 في تتاوين 40 في رمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري بمنطقة تأسيرات تكون في أغلبها الشمالية غربية سرعة من 5 إلى 15 عقدة البحري يكون متموج بخليج تونس تكون من قطاع الغربي ثم تتجه إلى شمالية سرعة من 10 إلى 20 عقدة البحري يكون متموج وسباحة تكون ممكنة مع ملازمة الحذر بشوطة الشمالية للبلاد بخليج حمامات وبجلة ساحل ريح في أغلبها من قطاع الشمالي سرعة من 5 إلى 15 عقدة وتتقاوى فعاليتها في فترة ما بعد ذور تصل موقعا إلى مستوى إلى 40 عقدة البحري يكون قليل الاثتراب بمنطقتين الشابة وجربة وصولا إلى جرجي سرعة من قطاع الشمالي ثم تتجه إلى شرقية سرعة من 5 إلى 15 عقدة وتتقاوى فعاليتها بعد ذور تتروح بين 15 إلى 20 عقدة البحري يكون قليل الاثتراب مضطلب والسباحة تكون ممكنة مع ملازمة الحذر في فترة ما بعد ظهر بشوطة المهدية سفيقس جابس ومدنين كالعادة مدوكم فكرة حول حالة تقص ببعض المدن والعواصم الأجنبية بين واكشة 31 درجة نتوقع أجواء مشمسة مع بعض أسحب بالجزائر 29-33 في ترابلوس في الخرطوم 40 درجة بالقاهرة أجواء مشمسة 39 بالبقاء المقدسة 49 في المدينة المنورة في مكة المكرمة بعد أسحب دوحة بأبوظبي 41 تقص مغيم بمسقط 35 درجة سماء سافية محررة مرتفعة بالكويت 48-46 في بغداد 39 في دمشق وأقل في بيروت وفي القدس الشريف تقريبا في مستوى أولى الثلاثينات نتوقع تزيد 29 في إسطنبول مع ظهور بعض أسحب وبأوروبا أجواء مشمسة بروم 32-29 بفيانا أمتار محلية ببرلين 16 بباريس سماء سافية بمرسيليا مدريدة 32 وتقص مغيم جزئيا بلاشبونة 26 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة ما زلنا معانين بارتفاة تفيف في درجات الحرارة والأرقام تكون من بين 38 إلى 42 درجة في المناطق الداخلية يوم الأربعاء وتوصل إلى الـ 46 في أقصى الجنوب وفي ولاية الجنوب الغربي مع بوب بريح شيري وتكون بفعلي أقل في المناطق السحلية وإن تتروح الأرقام من بين 31 إلى 36 درجة تقترف الحرارية بالسهم في تكون مجموعة من الخلاير عادية في فترة ما بعد ذهر بالمناطق الغربية للبلاد وريح في أغلبها من قطاع الشرق ضعيفة لمعتدلة البحرية يكون قليل الاضطراب ومرأم لمختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة بالنسبة اليوم الخميس أجواء صافية إلى قليلات سحب في أغلب مناطق البلاد وريح تتنقى لتكون جنوبية بالشمال وبالوسط وتوصل شرقية بمناطق الجنوب ضعيفة لمعتدلة البحرية يكون هدأ وقليل الاضطراب وممكن سجلوا ارتفاع تفيف في درجات الحرار معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة والثين وعشرين دقيقة وغروبه في الساعة السابعة وتسعة وشرين دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نذكركم بطرق الاتصال وتواصل بالمعهد الوطني للرسل الجوي موقع الواب تروا دوبلي في بوميتيو بونتين تبعثوا إرسالية قصيرة ولا تصل برقم الموزع الصوتي ثمانية وثمانين أربعين أربع أسفار أوقات الصلاة اليوم الغد سالة صبح بداية من ثالثة وأربعون دقيقة دور من تصف نهار وثلاثة وثلاثين دقيقة سالة العسر في الساعة رابعة وربوع سالة المغرب في الساعة سابعة وثلاثين دقيقة وصالة العشاء بإذن الله في الساعة تسعة وعشر الدقائق شكرا على حسن متابعة الاتمام إلى اللقاء